موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي المشاهدين وحيكم أجمل تحية في حلقة جديدة من برنامجكم الشعب ينتظر استفتاء كردستان وحق تقرير المصير هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم فابقوا معنا استفتاء كردستان وحق تقرير المصير هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم مرحبوا معي بضيفي في الستوديو عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني الأستاذ محمد زنق أنا مرحبا بك سيدي سهلا مساء الخير أسبوع من الآن يمكن يفصلنا عن موعد الاستفتاء كيف تصف الظروف الموضوعية والسياسية لإجراءاته؟ نعم طبعا إيوارة باش مساء الخير تحية لكم من مزايا المشاكل الأخيرة التي حصلت أن تعلمنا لغة بعض أكثر من اللازم وأنا سعيد أن أرى أن كثير من الأخوة العرب موجودين في كردستان بدأوا يتقنون اللغة العربية بشكل جيد وهذا يحسب بإيجابية للطرفين نعم بالنسبة للوضع في أقليم كردستان مسألة طريق الاستفتاء بالتأكيد لن يكون معبدا بالورود لكنه ليس ملغما أيضا بهذه الألغام التي تطلقها علينا تارة بغداد وتارة أخرى الدول الأقليمية وبعض من لا يريد للاستفتاء أن يجرى نعم بعد أسبوع إن شاء الله سوف نكون أمام وضعية فاصلة تنقل هذه المنطقة بشكل عام من حالة إلى حالة ولكن هل هذا سيعني أن أقليم كردستان سوف يعلن استقلاله يوم 26 تسعة 2017 بالتأكيد لا هذا الاستفتاء ما هو إلا تبيان رأي الشعب وسيلة للوصول إلى الغاية الغاية هي الاستقلال ما هي أسباب هذا الاستفتاء ما هي الأسباب التي أدت بالقيادة الكردستانية لاتخاذ هذا القرار يعني ماكو داعي نعيد نسقل بكل هذه الأسباب والمشاكل التي مررنا بها مع الحكومات العراقية في مرحلتين قطع الأعناق وقطع الأرزاق فلنتحدث عن هذه الفترة فترة منذ 2003 إلى 2008 2008 إلى 2014 2014 إلى هذه اللحظة التي نجلس فيها الآن دعنا نجز الموضوع ونبدأ مباشرة من الداخل العراقي نعم نعم فعلا نحن حاليا بالداخل العراقي بعد 2003 سنحت الفرصة لجميع المكونات في العراق أن تشارك في دولة مؤسسات دولة مواطنة دولة يكون فيها الجميع هو في موقع المسؤول هذه المسألة رويدا رويدا تحولت إلى محاصصة وهذه المحاصصة أصبحت العفو باتفاق أغلب الرؤوس الكبرى للأحزاب السياسية والقيادات السياسية بتوزيع ما هو موجود في الدولة بين بعض وإهمال المسألة الأهم مسألة التوازن والشراكة والتوافق طيب بعد 2003 تشكلت حكومة عراقية للأسف قاطعها البعض للأسف حرم المشاركة فيها من قبل البعض ولكن هذه المسألة في البدايات لم تؤثر كثيرا مسألة الإرهاب وتهديدات الإرهاب على المنطقة أعتقد وحدت جميع الجهود ولكن بعد هذه الصولات والجولات وبعد هذه التعرجات التي مررنا بها في تلك الفترة ما الذي حصل؟ من الممكن أن يسألنا البعض طيب أنتو شرايدين أكثر منها عدكم رئيس الجمهورية كردي عدكم نائب رئيس الوزراء كردي عدكم وزراء عدكم أعضاء برلماء عدكم كذا 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 أولا هذه ممنية يعني هذه مشاركة مشاركة جميع الأطراف وجميع المكونات في هذه المؤسسات السياسية وإلا الحاكم المطلق هو رئيس الوزراء الاتفاقات وفق النظام السياسي الجديد الذي تبع في العراق بعد 2003 صحيح رئيس الجمهورية لا يحكم رئيس الجمهورية هو رمز لوحدة العراق ولكن لما نتفق على أنه رئيس الجمهورية يكون من حصة الكرد هل راح تقعد الذلني بها؟ راح تقعد تنقص من عدي الموازنة؟ راح تقعد تفرض علي ضرائب ما هي موجودة أصلا بالاتفاقية؟ راح تقعد تعرقل علي التطور الاقتصادي والسياسي في الأقليم شنو والله أنت عندك رئيس جمهورية كردي لازم تسكت؟ لا بالتأكيد طيب ما بزمن صدام حسين كان هناك نائب رئيس جمهورية كردي كان وزراء كرد موجودين كان مسؤولون كرد ولم يكونوا ليمثلوا أجل ولا يحق لهم أصلا أن يمثلوا شعب كردستان في هذه المؤسسة التي لم يسمع فيها إلا صوت واحد ألا وهو الصوت البعثي حيث كان يقال دائما كل عراقي بعثي ولو لم ينتمي سنة 2008 لو لم يجيش المالكي قواته نحو قراتبة وكركوك ولو لم يهدد أقليم كردستان باشتياح أربيل وصلاح الدين ولو لم تكن هناك لهجة تصعيدية من قبل من استقوى بهم المالكي لفرص سيطرته على المنطقة لما واجهنا هذه المشاكل التي نعيشها الآن طيب بعد 2008 سنة 2012 الرئيس بارزاني حذر من أن وحدة العراق تسير نحو الهاوية أن العراق مقبل على فترة لا تحمد عقباها هذه المسألة لم يعرها المالكي اهتماما حيث قالها له بكل صراحة أبو مسرور خليك بكردستان وعوف بغداد ما عليك يعني شنو هاي من الأول دي يقول أنتو ما عليكم بالعراق اطلعوا من العراق يعني أنتو ما لكم كلمة مسموعة بالعراق ألا يعني ذلك إنكارا للشراكة الكردية المطلوبة والتي ما زال السياسيون المعارضون للاستفتاء يؤكدون عليها بأن الكرد هم الذين خرقوا هذه الشراكة أنتم ما خرقتم هذه الشراكة تعتقد هو شكل إنكار للشراكة أنه ربما يثق بالقيادة الكردية يعني أن تكون في مناطقها وأن يعزلها عن هاي المشاكل رغم أنه مبدأ العزل من الأساس مرفوض نعم حكومة مبنية على توافق ومبنية على مشاركة ومبنية على محاصصة وهناك من يرفض أساسا أن توصم المحاصصة بأنها عار أو عيب أو غير ذلك هي الحقيقة حقيقة عراق ما بعد 2003 صحي بغض النظر عن كل ما يعتقد به المالكي مثل ما تفضلت أنه مسألة عزل إقليم كردستان عن العملية السياسية هذا أكبر خطأ يتهمون إقليم كردستان أن مبادراتهم دائما كانت قومية تصب في مصلحة فقط المكون الكردي أو القومية الكردية ولكن هذا أكبر خطأ بسنة 2010 الرئيس مسعود بارزاني جمع كل القيادات السياسية العراقية وكسر أكبر الحواجز والتابوهات يعني نذكر بعد انتخابات 2010 كيف كان التسقيط والتصعيد السياسي بين المالكي وخصومه كيف كان التسقيط السياسي بين دولة القانون وخصومها وخصوصا من الأحزاب السنية كيف كانت لهجة التصعيد بين الجانبين الرئيس بارزاني جمعهم في أربيل وتم الاتفاق على 17 نقطة لم تنفذ أي منها أبسط نقطة مسألة تشكيل المجلس السياسي أين هذا المجلس السياسي أين ذهب ما هي ماهيته حتى في داخل أروقت مجلس النواب من طالبوا بتأسيس هذا المجلس لم يكن لديهم استعداد للتناقش حول هذه المسألة لأن تم إرضاء بعضهم ببعض المكتسبات المالية المؤقتة وللأسف بدنا نسمع أن هناك سنة للمالكي أن هناك كرد تابعون للمالكي أن هناك كذا كذا يعني أصبح المالكي هو الكاركتر الأساسي في العملية السياسية العراقية ولا يلعب إلا سلبة نجي على 2014 وما حصل في 2014 والتنصل عن الدفاع عن الموصل عن محافظات عراقية أخرى فلندع كردستان جانبا ألم تكن الإجراءات التي تخذها نوري المالكي بحق المحافظات السنية قبل الإتيان بداعش إجراءات قمعية عقابية لا تؤكد إلا على أن المالكي يريد أن ينتقم من أهالي هذه المنطقة لأنهم لم يصوتوا له ألم تكن كل هذه الإجراءات ما حصل في الحويجة مثلا ما حصل في الموصل قوات السوات الفرق 12 وكل هذه المسائل ألم تكن هذه بحد ذاتها إعادة نفس السيناريوهات القديمة التي كانت موجودة طيب عوفنا من هذه المسألة خلي شوي نرجع للوراء مسألة تشكيل قوات الإسناد قوات الإسناد العشائرية ذكرتنا بنفس المفارز السرية لصدام حسين والاستقواء ببعض القيادات العشائرية لتثبيت حكمه وكل هذه الأمور وللصدفة البحتة مذكورة في كتاب وعاذ الصلاطين للكاتب العريق جدا والكاتب العظيم جدا الدكتور علي الوردي إذن كل هذه المسائل حتى لو لم تكن مدروسة لا تدل إلا على أن كرسي رئيس الوزراء يجنن الشخص الذي يقعد عليه ويبدأ شوي شوي يبين للعالم أنه رجل العراق القوي وأمريكا هي الكاركتر الأساسي الموجود بالعملية فيريد يبين للناس أنه هو رجل أمريكا القوي هذا ما لعب عليه المالكي وما أدى بنا إلى هذه الهاوية التي نعيش فيها الآن طيب مرت اللوخ مرت اللوخ أقول خلي الكرد على الصفحة الوضع العربي السني أنا أقولها دوما لو لم تتحرك الأحزاب والقيادات العربية السنية لإيجاد حل في هذه المعمع التي نعيش فيها سنحتاج بعد فترة لمادة 140 أخرى لتثبت أصل المناطق السنية وأصل معيشة الأخوة العرب السنة في هذه المناطق وستتغير المنطقة تغييرا فكريا وديمغرافيا شيئا فشيئا ولن يبقى أبدا وجود للأخوة العرب السنة في هذه المناطق إذن العملية السياسية هي خربانة خربانة في العراق على جميع الأطراف ولا يوجد مصدفين غانية العجيب أنه أغلب التصريحات التي سمعناها من شخصيات سياسية عراقية كان دائما يجري الكلام عن أنه نعم حق تقرير المصير نحن مع القضية الكردية نؤسس لهذا الموضوع وربما تركوا الإقليم في حالة سأبني الكلام على تصريح السيد المالكي وسأعتبره بين هلالين تصريحا كان فيه شيء من الإيجابية أظن ذلك لكن ما الذي تخير شوف البارحة سمعت تصريحين متقاربين جدا من قبل سيد حيدر الملة ومن قبل سيد صادق الموسوي هذين التصريحين أكدوا على مسألة مهمة السيد صادق الموسوي كان معارض عراقي قديم عارض العملية السياسية في زمن النظام السابق وكان عضو فعال ومهم في المعارضة العراقية التي ترأسها الراحل الدكتور أحمد الشلبي الموسوي قال أن الرئيس مسعود بارزاني أثناء مؤتمر صلاح الدين أكد على أن حق تقرير المصير هو حق وواجب وقانوني وشرعي لشعب كردستان ونحن نعمل على هذه المسألة ولم تبدي أي من القيادات العراقية أي اعتراض على هذه المسألة قالها أيضا حيدر الملة قال بأن كانوا يقولونها لم يبدو ردت كانوا يقولونها بلا حاجة إلى طلب بأن تقال كنا نسمعها دائما من الذي تغير نعم حيدر الملة أيضا قال خلف الكواليس أغلب الساسة العراقيين يقولون نعم نحن مع حق شعب كردستان ويحق لهم كذا 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 ولكن ما يصرحون به على الإعلام هو مغاير تماما ومناقض تماما لما يصرحون به خلف الكواليس إذن ما الذي تغير نحن الآن مقبلون على عملية انتخابية والكل تريد تجمع أصوات وللأسف أصبحت مسألة معادات الكرد الصيغة الأساسية المثلة للحصول على مزيد من الأصوات في الانتخابات دون أن يكون للجماهير ضمن أي مكونات خلي نقول أغلب المكونات كل من يريد يحصل مقعد بالبرلمان إذا تريد تترشح وتتحصل مقعد بالبرلمان عادي أقليم كردستان ستحصل مني على نقطة نظام نعم نقطة النظام سألت في أي مكونات نعم لأن أنت تعرف جيدا أن المكون العربي السني نعم أنا مع أنا وكنت راح أجاوبة هذه المسألة دخل في معمع بعد داعش ولم يجد سوى أقليم كردستان من يستقبلها صحيح شوف المسألة خلي نفصلها على قسمين قسم الجماهير المغلوبة على أمرها المواطنين المغلوبين على أمرهم هم أنا متأكد مية بالمية لو كان يحق لهم التصويت في استفتاء أقليم كردستان لسبقونا إلى الصناديق وهذه شهادة أنا مسؤول عنها وأنا مسؤول عن تبعاتها خلال تواصلي مع عدد كبير جدا من الأخوة العرب السنة يسألوني دائما ألا يحق لنا التصويت ألا يحق لنا أن نضم مناطقنا إلى مناطقكم لنعيش في دولة واحدة وليكن الحاكم كرديا مهما كان لا يهمنا الحاكم هذا من جهة من جهة أخرى نحن لا نلوم إلا السياسيين اللي يداومون الصبح بمجلس النواب ويصوتون ضد استفتاء كردستان ويرجعون الظهرية لبيوتهم ولأملاكهم في أربيل والسليمانية ودهوك الملامة على هؤلاء الملامة أيضا تقع على من يسمون أنفسهم بقادة التيارات المدنية والأحزاب الجديدة ويشكلون بهذه الأحزاب والمنظمات وشوف التواصل الاجتماعي وشوف ما يذكرونه وحدة العراق في خطر الحكومة ما تتحرك على مسألة استقلال كردستان يجب أن يكون هناك تحرك وطني كذا كذا وهو ما يحس أنه من خلال هذا الكلام يريد يشوش وخصوصا باطلاق الشائعات أنه العرب راح ينطردون من إقليم كردستان ما راح يبقى ولا عربي بإقليم كردستان يريد يشوش على هاي البحبوحة الموجودة من الأمن في إقليم كردستان ويريد يخوف الجماهير الموجودة بهذه المنطقة والناخب المسكين شي سويا بل عرفه أحسن من اللي ما عرفه ممكن من الممكن أنه أنتخب بل كيرجعني لديرتي يرجعني لديرتي وشي يصير خليصار المهم آني بين أهلي وناسي وهو ما يعرف إذا رجع لديرتي لا أعتقد بعد ثلاث سنوات من الصدمات المتتالية يعني المواطن بصراحة خاصة العربي السني راح تنطلع عليه هاي المسائل هاي المسائل ربما أصبح من المفروغ منها أن العربي السني اليوم شخص بصراحة أنا شكت لكم واني عذرا يعني ما دام دخلنا بالتفاصيل نحن نتكلم لازم نتكلم نتكلم بتفاصيل شعبنا لأنه هذا شعب نحن وين هو وحب أولا وآخرا نحن ونروح ببداية كلامك قلت قلتاني مو يوم 25 ناس أول استفتاء و 26 دولة صحيح صحيح وحتى لو لو أصبحت كردستان دولة مستقلة في وقت قريب أو بعيد النازح في إقليم كردستان ستتغير تسميته وصيغته القانونية إلى لاجئ وعندما يكون لاجئ الأمم المتحدة راح تكون هي المسؤولة الأولى عنه في ظل هذا القانون الموجود للأمم المتحدة هي لا تهتم بالنازحين ضمن حدود دولة واحدة لأن تقول الحكومة هي المسؤولة عنهم والحكومة العراقية ما شاء الله هاملة أكثر من مليوني نازح في إقليم كردستان ولا تهتم بهم وتحدى إذا كانت حكومة بغدادة والحكومة العراقية نفذت مشروع واحد خدمة لهؤلاء النازحين هذا من جهة من جهة أخرى هناك قوانين وضوابط في الإقليم أخ أنس تمشي على القانون ما حد يندق بك تمشي على الضوابط الموجودة والمقررة من قبل القوات الأمنية والعسكرية والشرطة في إقليم كردستان خلاص ما عندك أي مشكلة عايش بسلام وأمان شرط تنفيذ القوانين وهذا متبع في كل دول العالم واني من البداية قلت لك أنه غالبية عظمى من الأخوة العرب السنة لو كان يحق لهم التصويت لسبقونا إلى صناديق الاقتراع ولكانوا صوتوا معنا بالدم وليس بالقلم من هذا أبني سؤالا خشية النخب السياسية العراقية اليوم من الاستفتاء نعم كلها بسنتها وشيعتها وتركمانها وغيرها خشيتهم هاي يعني مبنية على أنه ربما ستكون بعد هذا الاستفتاء استفتاءات في مناطق أخرى نعم شوف مسألة بعض السياسة والموضوع أنا أقول لك ما يخص بس الغربية ووسط العربية صحيح صحيح شوف سمعت من بعض السياسة كلام مفاده أنه اللي سوينا بهم راح يسوي بنا بعد الاستفتاء يعني هو يعترف أنه هو واللي كان يعني يأيدهم هو هم هم ارتكبوا جرائم بحق شعب كردسان وهم يتخوفون من إجراءات ثأرية وإن كانت هناك هذه الإجراءات الثأرية تقدر تقعد بأربيل مستحيل سنة 1991 لما صارت الانتفاضة ثلاثة فيعلق من الجيش العراقي سلمت نفسها لجماهير كردستان وكان بهم ضباط اشتركوا في الجرائم التي ارتكبت ضد شعب كردستان ولا واحد منهم متأذى ومرة في هذا البرنامج حشيتها أنه بالستينات كان هناك أسرة من قوات الجيش العراقي في ثورة أيلول تحت قبضة قوات البيشمرقة استعجبوا حتى من الخطبة الدينية للبارزان الخالد رحمه الله عندما كان يتحدث عن حق الأسير وحق المواطن وحق الإنسان لأن كانت أدمغتهم قد ملئت بأن الكرد كفر ولا يمكن لا يمكن أن نكون معهم وأن نعيش معهم في بلد واحد ويجب أن تنفذ فيهم الأحكام الشرعية والقانونية لأنهم ليسوا بمسلمين طيب بعد كل هذا اللي صار بعد كل هذا اللي صار تريد إجراءات ثأرية تصير في كردستان مستحيل بالنسبة للاستفتاءات الأخرى في المناطق الغربية السنية أعتقد لو كان نفذ الدستور بحذافيره لكنا الآن سنتنافس عن أي إقليم في العراق يبني أكثر أي إقليم في العراق يطرح أكثر عدد من المنتوج المحلي أي إقليم في العراق فيه أكثر عدد من المهرجانات الفنية الثقافية الرياضية ولم نكن لنحصي عدد الجثث والشهداء والمفقودين والجثث المجهولة والمقطوعة الرئيس واللاسقات والمفخخات وما شابه وزيد عليها القاعدة وداعش لو كانت دستور العراقي قد نفذ البصرة طالما طالبت بيه بالضبط البصرة طالبت ديالة طالبت نينوى طالب صلاح الدين طالبت كل هذه المسائل رفضت من قبل السيد نوري المالكي بدعوة أن الفدرالية لا يجب أن تكون على أسس طائفية تشعلك هناك دستور يقر على أن كل محافظة كل محافظتين كل ثلاث محافظات بالتوافق بيناتهم وباستفتاء يقر عليه ثلثي المصوطين ثلثي سكان هذه المنطقة من يحق لهم التصويت ومن يشاركون في التصويت يصير أقليم فدرالي هذا الأقليم الفدرالي تتحدد حقوقه وواجباته بعد الإجراءات القانونية لما بعد الاستفتاء اللي راح يصير بهذه المناطق طيب كيف قررت اليوم المحكمة الاتحادية إيقاف إجراءات الاستفتاء نفس المحكمة الاتحادية التي استقبلت مسؤولين تهموا بالفساد والرشوة وما قعدت وياهم أكثر من خمس دقائق وبرأتهم هي نفس هذه المحكمة الاتحادية لذلك بعد فرض الأغلبية السياسية من قبل مجلس النواب العراقي وتسييس القضاء العراقي وكون المادة أربعة إرهاب لا تخص إلا السنة فقط بهذه العملية السياسية وعدم تدخل مجلس النواب العراقي كمجلس يمثل كل الأطياف العراقية في مسألة قطع حصة إقليم كردستان من الموازنة وسكوته عن هذه المسألة بل ووجود أعضاء من البرلمان بداخل هذا المجلس التشريعي المنتمين لبعض الأحزاب المتنفذة في داخل العملية السياسية العراقية يقولون للنواب الكرد ويعذرني سادة المشاهدين عن هذه الكلمة أجلكم الله وأجلهم أنكم يا كرد سنسحق رؤوسكم بالأحذية بوجود هكذا أعضاء في داخل هذا المجلس التشريعي كيف تريد لإقليم كردستان وكيف تريد للأخ العربي السني أن يقيم أي قيمة أو أي اهتمام أو أهمية لهذا المجلس الموجود الذي يسيس كل شيء حتى الحياة الاجتماعية اليومية في العراق لذلك أنا أعتقد أن بغداد بهذه التصرفات تقضي تماما على كل آمال الشراكة بين أقليم كردستان وبغداد لم يبني الكرد مطالبتهم بالاستفتاء من فراغ الكرد كانوا مشاركين في كتابة هذا الدستور بالتالي هم يعرفون كل ما فيه يعرفون أين هي النقاط التي استندوا عليها من أجل أن يشرعوا بإجراء الاستفتاء وإلا لم يخالفوا 56 يوم الرئيس مسعود بارزاني برفقة الرئيس جلال طالباني ووفد كبير ضخم سياسي وقانوني من الكرد والكردستانيين فلنقول مو بس الكرد لأن كان هناك ممثلون عن الآشوريين والكلدان والإخوة تركمان والأيزيديين والمسيحيين كلهم موجودين ضمن هذا الوفد الذي رافق الرئيس بارزاني إلى بغداد هاي 56 يوم اللي بقوا بها قصفت المنطقة الخضراء بصواريخ أدت إلى استشهاد أحد أطقم الحماية أحد أفراد طقم الحماية للرئيس بارزاني في تلك الفترة وجرح عدد من أفراد طقم الحماية لسيادته لكنه أبى أن يعود إلى أربيل إلى كردستان حد انتهاء عملية صياغة الدستور والخروج بهذا الدستور الذي لم تتذكره الحكومة العراقية إلا في هذه اللحظة طيب الدستور ديباجة الدستور ماذا تقول تنفيذ هذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر يعني ما قال وحدة ما قال وحدة إجبارية اتحاد اختياري هي جمهورية العراق الاتحادية بلضبط جمهورية العراق الاتحادية اتحاد اختياري بين هذه المكونات طيب أرجع وقول عوف الكرد على الصفحة لو قلنا أن هذه الحكومة العراقية الموجودة هي التي يجب أن تقرر كل شيء يتعلق بالمواطن العراقي ألم يكن الأجدر بهذه الحكومة أن تكون حكومة رشيدة وذات عقل وعقلية واسعة ومخيلة واسعة في أن تجر عطف الأخوة العرب السنة إليها وأن تجعل الكردية عراقيا قبل أن يكون كرديا والسنية عراقيا قبل أن يكون سنيا والشيعي كذا لكن المسألة شلون صارت يقول لك إحنا 80 سنة عشنا بقمعة ولازم ناخذ حق هذه الـ 80 سنة طيب من حقك من حقك أنه أنا دائما أقول للأخوة الشيعة نظلموا بالعقود الثمانية الماضية لكن المواطن العربي السني والكردي ما لذنب الكل نظلموا من بطش الأنظمة السابقة ولكن لما تجي ترتكب جرائم بصيغة انتقامية وتجي طالبني أني أحافظ على المواطنة وأكون مواطن مخلص وأقبل منك كل الإهانات والمذلات فهي لازمها ستوب ولازمها مسألة تفكير عميقة في المستقبل نجي على نقطة الاستفتاءات في المناطق الساخنة فلنقول لو خير الشعب حاليا الشعب العربي السني من أهل هذه المناطق من نازحيها وغير نازحيها على الاختيار بين العيش مع حكومة بغداد والاستفتاء فأنا أضمن لك بما لا يقل عن 70% أنه سيكون الخيار استفتاء وتقرير المصير بفيدرالية أو كونفيدرالية أو ما شابه ولكن للأسف هناك طبقة سياسية مستفيدة من بغداد هناك طبقة سياسية دخلت في الكثير من المشاكل والورطات مع ساسة متنفذين وناهيك عن مسألة البزنس والتجارة والقطاع الخاص كل هذه المسائل تتعرقل دائما من قبلهم وللأسف دائما في العراق كانت الأقلية المسيطرة على كرسي الحكم هي المتسلطة وهي المسيطرة على كافة الحياة السياسية في هذا البلد نعم وبعد الفاصل إن شاء الله سندخل في خضم التصريحات وأجواءها فاصلوا مشاهدنا ثم نعود وإياكم فابقوا معنا من جديد حياكم الله وهذه هي الحلقة عن استفتاء كردستان وتقرير المصير مع حضو الحزب الديمقراطي الكردستاني يدستان محمد زنقنا قبل الفاصل قلنا أننا سندخل في جوهر بعض التصريحات ناخذ أهل نعم السيد رئيس وزراء أقليم كردستان نيجيربان بارزاني أكد أنه موعد إجراء الاستفتاء سيكون ثابتا نعم لن يتغير الاستفتاء قال لن يؤدي إلى الاستقلال مباشرة كما قلت قبل قليل فهذا التخوف ربما نعتبر زال أبقى في كلام السيد نيجيربان الذي قال أن المجتمع الدولي لم يقدم لنا بديلا مناسبا هل كانت القيادة الكردية بانتظار هذا البديل المناسب مع رؤيتنا الآن بوجود حراك دولي حقيقي الكل يتكلم يقول أنا ضد الاستفتاء لكن لدي بديل أنا ضد هذا الموضوع لكن أمتلك مشروع نعم تقدمتيك مشاريع فعلا مجرد وجود كلمة لكن تعني بأن الجميع باتوا مقتنعين أن هذه المسألة مسألة حق تقرير المصير هي تحصيل حاصل مسألة الاستفتاء هي تحصيل حاصل حتى بتصريحات المالكة عندما قال أنا متأكد من أن غالبية شعب كردستان سيصوض بنعم لعملية الاستفتاء وهذه بحد ذاتها مريحة للنفسية الكردستانية هذا من جهة من جهة أخرى الدول متخوفة من مسألة الحرب ضد إرهابي داعش ولكن التخوف من جهة الجانب العراقي والاستقواء بالميليشيات هو أكثر بكثير من الجانب الكردستاني باتت القوى الدولية واثقة جدا من أن قوات البيشمرقة ستستمر في الحرب ضد الإرهاب إذا كانت كردستان تحولت لدولة مستقلة أو بقيت في وضعها إلى إعلان الاستقلال هم دائما يتحججون بهذه المسألة يقولون نخاف أن يزال التركيز عن هذه المسألة وتتحول المنطقة إلى منطقة حرب أهلية ولكن لو شفنا وضع العراق وأصلا أكو حرب أهلية بالعراق وأصلا أكو خلاف بين السياسيين وهذا الخلاف للأسف انجر إلى جموع غفيرة من الجماهير بحيث باتت مسألة داعشي وغير داعشي هي الهوية الأساسية لخصمين من هذا المكون وذاك المكون في العراق طيب قوات البيشمرقة تعهدت في الاتفاق الثلاثي الذي عقده بين ولايات المتحدة وقوات التحالف والجيش العراقي والقيادة العسكرية في أكليم كردستان ستستمر حتى الرمق الأخير في المحاربة إرهابية وهذا أيضا ما كان السيد نجيرفان اليوم في تصريحات قال هذا الموضوع بمعزل نعم يعني هذا مثل ما قلت هذا تحصيل حاصل مسألة محاربة الإرهاب في أي مكان يحتاج إلى قوات البيشمرقة ويحتاج إلى كردية وكردستاني واحد قوات البيشمرقة لن تتوانى عن هذه المسألة طيب قوات البيشمرقة شاركت في معركة كوباني وساهمت في تحرير كوباني قوات البيشمرقة أصبحت قوات معترفة بها دوليا أصبحت قوات ذاتقة وزير الدفاع الأمريكي السابق قبل انتهاء ولاية باراك أوباما كرم عدد كبير من قوات البيشمرقة باسم الحكومة الأمريكية بالإضافة إلى ذلك التركيز على الإرهاب أو عدم التركيز عليه أعتقد هم يتفهمون جيدا إن أقليم كردستان في هذه المسألة لن يتخذ أي إجراء انتقامي لأن أولا أصلا الإرهاب يهدد أقليم كردستان أنا إذا استعر كلمة ينتظر من برنامجي الشعب الكردي أو القيادة الكردية ماذا كانت تنتظر كبديل عن مشروع الاستفداء بصراحة شوف البدائل التي طرحت هناك تسريبات ممكن أن تكون حقيقية أو غير حقيقية نحن نحكي على نقطة نقطة ما الذي كانت تنتظره القيادة الكردستانية وما الذي طرح من قبل المجتمع الدولي لنتحدث عن ما طرح من قبل بريت ماك كورك ممثل الرئيس الأمريكي في تحالف الحرب ضد إرهابي داعش طيب هناك تسريبات تقول بأن هذا البديل تضمن عدة نقاط أولا نقل 100 ألف فرد من أفراد قوات البيشمرقة إلى ملاك وزارة الدفاع بأسلحتهم وبرواتبهم وبكل مستحقاتهم المالية أولا ثانيا الإبقاء على قوات البيشمرقة في المناطق التي ترابط بها دون التدخل من قبل الحكومة العراقية ثالثا الاعتراف باستقلالية الاقتصاد الكردستاني وخصوصا الاقتصاد النفطي دون تدخل بغداد في هذه الأمور وكانت هناك أيضا أشياء أكد عليها الأخ المناضل محمد حاج محمود عندما قال أن الولايات المتحدة عرضت على أقليم كردستان تأجيل الاستفتاء لمدة عامين وبعد العامين سوف يتم البد في هذا الموضوع ولكن فنتحدث عن رأي القيادة الكردستانية القيادة الكردستانية لم تطلب إلا ما يلي أولا أن لا تكون مدة هذا التأجيل هذا إن وافقت على التأجيل من ستة أشهر إلى سنة ولكن دون التخلي عن مبدأ الاستقلال يعني أكو استفتاء ما أكو استفتاء الاستقلال هو التحصيل الحاصل وهو النتيجة النهائية لهذه المعادلة الرياضية التي نحن فيها الآن طيب في هذه الفترة تتعهد الولايات المتحدة والأمم المتحدة وكافة دول المجتمع الدولي بضمان الفصل الودي الإداري بين حكومة أقليم كردستان والحكومة العراقية وأن تتكفل في إلزام الحكومة العراقية بتعويض ضحايا النظام السابق من قبل شعب كردستان وهذا ما أقرته محكمة الجناية العليا وما أقره نفس مجلس النواب العراقي لكن الحكومة العراقية لا بتلتزم بهذه المسألة تكوين وضع خاص لإقليم كردستان باستغلال هذه النقطة أن مسألة الأجواء هي سلطة حصرية بيد الحكومة العراقية يعني الحكومة العراقية في أي لحظة ممكن تطير طيارة حتى لو ما قصفت إقليم كردستان لكنها تقدر تسوي حركات استفزازية ضد هذا الأقليم إلزام الحكومة العراقية بعدم اختراق أجواء أقليم كردستان إلا للطيران المدني إلا للطيران المدني وهذا الطيران المدني يعود بفوائده على العراق بشكل عام وليس حسرا على أقليم كردستان فقط هذه تقريبا كانت المطالب المقدمة من قبل أقليم كردستان والمضي بقدما نحو الاستقلال دون خلافات ولا ننسى أيضا وضع كاركوك والمناطق المشمولة بالمادة 140 هذه المناطق لا يجب أن تكون هناك عليها فرض أجندات من قبل أي طرف إن كان يستفتى شعبها ويقرر مصيره دون أن تفرض وهذا أيضا ما أكده السيد جربان بارزاني قال أن الكرد لن يفرض الحل لمسألة كاركوك بالنص صحيح جدا ولا يوجد تخطيط لحل مسألة كاركوك من جانب واحد يعني من قبل القيادة الكردية إذن هو مؤمن أن كاركوك ليست للكرد فقط للكرد والترقون والعرب وباقي المكونات الموجودة فيها في إحدى زيارات الرئيس بارزاني إلى تركيا قال بالحرف الواحد أن مدينة كاركوك مدينة عراقية بهوية كردستانية ولا يحدد مصيرها إلا شعبها الذي سيستفتى عن تقرير مصير هذه المدينة يا بتريدون أقليم مستقل تريدون تنضمون لأقليم آخر مع أقليم كردستان حالة خاصة هذا ما سيقرره شعب هذه المناطق طيب الحكومة العراقية أصلا ما تخلي الشعب يتحدث يعني الشعب ينتظر أن يقرر مصيره والحكومة العراقية تتنصل عن ما ينتظره هذا الشعب وإلا كان المفروض تنحسم هذه المسألة منذ سنة 2007 وإحنا هسه 2017 الإستفتاء اليوم خرج من طور التصريحات السياسية وخرج من طور الغطاء الشرعي والقانوني بعد أن صوت عليه برلمان كردستان وأصبحت لديه شرعية جماهيرية حتى قبل التصويت على هذه العملية لأن أي تنصل من قبل قيادة كردستان عن هذه العملية وأي تقاعس سوف يؤدي بالمنطقة إلى أستطيع أن أقول إلى فيضان جماهيري كبير من قبل جماهير شعب كردستان ترفض هذه الخطوة التي ستعتبرها تأكيدا تراجعا عن الوعود التي أطلقتها علي القيادات الكردستانية وخصوصا أن حتى لم يكن مقتنع بمسألة استقلال كردستان بالتصرفات بغداد بات مقتنعا وأصبح موجودا ضمن الجبهة الداعمة للاستفتاء لذلك أعتقد أن أي تراجع عن هذه المسألة سوف تحدث شرخا بين الجماهير والقيادة وستقلل بل ستعدم الثقة الدولية بأقليم كردستان لأن سيتوصل المجتمع الدولي إلى أن أقليم كردستان رضخ لهذه الضغوط وممكن أن تكون كل هذه الضغوط ليست إلا كلاما إعلاميا لا يمكن أن ينفذ أبدا وموضوع الاستفتاء بالمناطق التي خاض على المادة 140 والتي طبعا منظمها أيضا كاركوكي اليوم القيادة في كردستان حزمت أمرها على كيفية التعامل مع هذه المناطق وأنت تعرف هذه المناطق اليوم نسمع بخلطة القوات الإفلانية صحيح صحيح كان أكو وفد فلاني كان كذا أيضا المجتمع الدولي بعض الاختراحات كانت تتكلم عن إجراء الاستفتاء لا ضير أن يكون في المحافظات الثلاثة الرئيسة نعم عدا ذلك الحكومة العراقية أقليم كردستان بأربع محافظات حلبشة أيضا حلبشة أيضا محافظة أربيل سليمان يدهوك حلبشة طيب مناطق المادة 140 كما قلنا هناك في الدستور تطبيع إحصاء استفتاء التطبيع لا أستطيع القول أنه تم بشكل كامل هناك عوائل نعم أثبتت أنه لديها أملاك هجرت من هذه الأملاك إذا كانت أراضي أو بيوت أو كذا ولكن هل عادت لتسكن في هذه المناطق؟ يعني ما النسبة ليست بالمستوى المطلوب الإحصاء أكثر شخص حارب الإحصاء في داخل الحكومة العراقية هو وزير التخطيط الأسبق علي بابان الذي كانت وزارته هي أكثر وزارة مسؤولة لإجراء هذه العملية ووقف ضد هذه العملية بكل قوة بكل قوة ووقف ضد هذه العملية ووقف ضد إجراء الإحصاء العام في العراق وضد الإحصاء في هذه المناطق الاستفتاء الاستفتاء حق مكفول دستورة طيب القيادة الكردستانية تريد تصحح هذا المسار الدستوري اللي خطأت بيه الحكومة العراقية وتريد تستفتي هذا الشعب يابا تريدون تصيرون ويا أقليم كردستان أو خارج أقليم كردستان هو عند وجهة نظري يقولك يقولك أنا يستفتي كل الشعب العراقي بهذا الموضوع لا هذا مسألة كل الشعب العراقي غير مشمول بالمادمي وهو بالحقيقة يمكن جدوى الاستفتاء مو بالمناطق اللي أنا مسلمات أنه صالها صالها 25 سنة مثلا وذا احتكمنا مناطق كردية مستحيل اليوم أنا أجي موالد 91 أمره اليوم 25 سنة هذا وعى الدنيا لقى نفسه في أقليم كردستان بالتالي اليوم من يروح يصوتي يروح يصوتي طليل صحيح هذا صحيح جدا لكن المناطق المتنازع عليها هي هاي اللي ربما اللي هي الأهم أن أسألها صحيح أنت تريد أن تكون مع من نعم وأكو السؤال آخر يطرح لو رفضت هذه المناطق الانضمام لأقليم كردستان هل سيحتكم الأقليم إلى منطق القوة لاسترجاع هذه المناطق يعني شوف هو مخلي باله أنه هذه المنطقة كلمة استرجاع يعني هو مخلي باله أنه هذه المناطق كانت جزءا من أقليم كردستان واقتطعت منه لكن الجواب الشافي والجواب الصريح لهذه المسألة قرار الشعب هو الفيصل أول ما يقرر شعب هذه المناطق أنه لا يريد مثلا الانضمام لأقليم كردستان سيتمم الأقليم مهمته الإنسانية والقومية والوطنية في هذه المناطق وسينسحب تماما منها وسيتحمل الشعب قراره بأن يكون أقليما أو ينضم إلى أقليم أو يكون ضمن محافظة أو أخرى بالعودة إلى مسألة الميليشيات الميليشيات التي يدخل قادتها لهذه المنطقة هذه بحد ذاتها أكبر تجاوزات للاتفاق الثلاثي بين الأمريكان وبين أقليم كردستان وبغداد لأن الحجد الشعبي لم يكن جزءا من هذه الاتفاقية الاتفاقية وقعت مع الحكومة العراقية ومع وزارة الدفاع العراقية وقبل أن يتم تقنين الحجد الشعبي إذن الحجد الشعبي وخصوصا أنا لا أقصد الحجد الشعبي الرسمي المعترف به من قبل الحكومة العراقية أنا أقصد بعض الأطراف المحسوبة على الحجد الشعبي الغير منضبطة والغير منتظمة وأنقى بنفسي عن ذكر هذه التنظيمات ولا أريد أن أدخل معهم بمشاكل أريد أن أستثمر الوقت معك أستاذ محمد الموقف الأقليمي نحن الموقف الدولي ربما بين مفاصل الحلقة ذكرنا الكثير من الموقف لكن الموقف الأقليمي اليوم تركيا وإيران تركيا وإيران تحديدا نعم الموقف الدولي بشكل عام مع الموقف الأقليمي نص على مسألة ميثاق الأمم المتحدة ميثاق الأمم المتحدة يؤكد على أنه ماكو دولة تدخل بشؤون دولة أخرى ماكو دولة تساهم في تغيير وضعية سياسية لدولة أخرى وهذا هو التصريحات هي في هذا الإطار عندنا تركيا وعندنا إيران هناك مسألة كردية في تركيا وفي إيران وهناك أعداد كبيرة ملايين من الكرد يعيشون في تركيا وملايين من الكرد أيضا يعيشون في إيران التخوف هو من الممكن مسألة كردستان للعراق تشجع الكرد في هاتين الدولتين لأن يخطو نفس الخطوة استفتاعات أخرى استفتاءات أخرى طيب في تركيا الاستفتاء الدستوري الأخير لتنظيم الحياة السياسية من جديد وتغيير النظام السياسي من حالة إلى حالة لما مشاركة الكرد في تركيا لما كانت نجحت وهذه المسألة بددت الكثير من المخاوف حول التغيير الذي يناشد به الكرد في هذه المناطق وإرادتهم للانتقال من حالة إلى أخرى لأن القوميين قاطعوا هذا الاستفتاء وصوتوا بالضد وكثير من أبناء شعب تركيا لم يقبلوا بهذه التغييرات المقترحة التي حولت النظام البرلماني إلى نظام جمهوري في تركيا وأصبح رئيس الجمهورية هو الحاكم المطلق ولم يعد حزب العمال الكردستاني هو حزب رقم واحد لدى الكرد في تركيا لأن باتت سياساتهم واضحة وباتت تخبطاتهم السياسية تشكل الكثير من المشاكل للمواطنين المدنيين ماذا عن إيران؟ هذه بالنسبة لتركيا تركيا لكن قبل إيران لديها مصالح اقتصادية كبيرة لن تستطع تضحي بها وخصوصا بعد مد أنبوب الغاز الطبيعي من أقليب كردستان إلى تركيا عن طريق شركة روس نفط التركي والذي تم اليوم المباشرة في تنفيذ هذه المسألة والاستثمارات هي بمقدار مليار دولار فيما يتعلق بجانب الغاز الطبيعي إيران لا أقول أن هناك تخوف من إيران ولكن إيران استفزازاتها واضحة إيران تريد أن تبحث لنفسها عن قواعد ترتكز إليها لأن نظامها مهدت هناك محاولات دولية لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية في إيران مؤتمرات عقدت في فرنسا في جينيف في الولايات المتحدة في بعض الدول العربية أحيانا من قبل المعارضة الإيرانية التي أصلا لا يثق المجتمع الدولي بها بكل صراحة من هي المعارضة الإيرانية مجاهدي خلق وحركة تودا وبعض الأحزاب التي من الممكن أن تصنف إرهابيا في بعض الدول في بعض القوائم العالمية ولكن الإزدواجيات السياسية وخصوصا للولايات المتحدة الأمريكية تتعامل حتى مع من تصنفه إرهابيا لتحقيق مصالح أخرى أما المعارضة الداخلية الإيرانية المعارضة الداخلية أيضا كانوا قطب من أقطاب الثورة الإسلامية لذلك لا تثق بهم دول المجتمع الدولي فإيران تريد أن نتدور لها على مرتكزات تستند عليها حتى تنفذ مشروع البدر الشيعي وليس الهلال الشيعي لأن المسألة كبرت من الهلال الشيعي صارت البدر الشيعي إيران تعتقد أن أربيل هي سكينة خاصرة بالنسبة لها ولا تستطيع التدخل في شؤون هذه البلاد عن طريق أربيل لذلك تريد أن تنفذ استفزازات كثيرة ضد أقليم كردستان وسنرى هذه الاستفزازات أحيانا قصف مناطق حدودية قصف مناطق من المتوقع متوقع نعم بحجة وجود حزب البجاك في هذه المناطق الفرع الإيراني من بككة بسبب وجود قوات من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وحزب كومالا في بعض المناطق يعني من المتوقع أن تحصل بعض هذه الاستفزازات ولكن اقتصاديا لو قاطعت إيران إقليم كردستان سيكون هناك مليون عاطل إيراني عن العمل هناك قنصليتين في إقليم كردستان تسهل الأمور التجارية ومسألة التبضع بين الجانبين هل ستضحي إيران بكل هذه المسائل؟ إذن لا نتوقع مواجهات عسكرية على حدود مناطق الأقضية نعم ولا نتمناها أصلا لأن هناك توقعات أيضا بأن يزور وفد كردستاني رفيع المستوى تركيا وإيران بعد عملية الاستفتاء ولدينا وفد في بغدار نعم ولدينا وفد في بغدار وفي اللحظة التي نتحدث بها كنت أطلع قبل ما نطلع من الفاصل ونجعل برنامج خبر أن سيد فلاح مصطفى مسؤول دائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان يجتمع مع وزير الخارجية التركي في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة وزير الدفاع البريطاني أيضا في إقليم كردستان إذن هناك تحركات دبلوماسية واسعة حول هذه المسألة وأنا لا أستبعد أن يكون السيد نيتشيرفان بارزاني هو الذي يترأس الوفد الكردستاني الذي سيسافر إلى تركيا لكون السيد نيتشيرفان بارزاني هو العقل المدبر والمنفذ والمحرك لتصفية الخلافات بين أقليم كردستان وتركيا وبدأ بصفحة جديدة جميل جدا مجمل هذا الكلام يدخن نحن كرأي شعبي في كردستان نسأل سؤال اليوم نحن نقدر نطمئن كل الجماهر اللي موجودة في إقليم كردستان على سلامتها إن شاء الله وأنه إن شاء الله لن تكون هناك صدامات لن تكون هناك مواجهات لن يكون هذا الشيء الذي يروج له البعض أحيانا بعض المغروبين حتى أشوف يعني أنا لطالما نشتغل بمجال الإعلام أحب أني أعاتب بعض الزملاء الذين يريدون أن ينشروا حربا نفسية لا معنى فيها عن طريق غروبات الفايبر أو الواتس آب عن طريق الفيسبوك عن طريق السوشيال ميديا هذه المسائل عتبك في دقيقة وجهة يعني نعم للموقع الموقع نعم هذه المسألة ستؤثر سلبا عليها سنة الواحد والتسعين عندما قمعت الانتفاضة ملايين من جموع شعب كردستان اختارت الجبال ولم تقبل هذه المسألة واليوم كل فرد من أفراد شعب كردستان هو بيشمرقة وسيدافع عن هذه الأرض وكل من يثق بإقليم كردستان ويعلم صفات شعبه يعتقد بل هو يجزم بأن شعب كردستان لن ينكسر بهذه السهولة وأحب أن أستغل هذه الثواني الأخيرة لطمأنة الأخوة العرب بأن لا ينجروا وراء هذه الاستفزازات التي تطلق من هذا وذاك وأن لا ينجروا وراء الحرب النفسية لأن لو كان لإقليم كردستان نية ثأرية حول هذه المسائل لما كانوا قطنوا في إقليم كردستان لمدة ثلاثة عوام وهذه مو مننا هذا واجب وطني وديني وقومي وإنساني تجاه الأخوة العرب فليكونوا مطمئنين وقد طمأنهم السيد هشيار زيباري وطمأنهم السيد نوزاد هادي والرئيس مسعود بارزاني طمأنهم أكثر من مرة لذلك أنا أطالبهم بأن يكونوا داعمين لنا على الأقل إنسانيا حول هذه المسألة لا تروجوا لنا لا تسولنا دعايات لا توقفون ويانا لكن كونوا معنا إنسانيا وأنتم تشعرون بنا لأنكم مررتم بنفس ما مررنا به وأنا أؤكد وأطمأن أنه لو أي شخص من إقليم كردستان أذى أي مواطن عربي بدون وجه حق سأكون أول من يدافع عن هذا المواطن العربي لأن هذه مسألة إنسانية لا تمثل القومية ولا لمسألة التدويل أو غير التدويل بالصلة ولا تموت أبدا للسياسة بالصلة لذلك أعتقد أن الأخ العربي يجب أن يستمع إلى هذه المسائل بروية وبدقة دون أن ينجر للحرب النفسية باسم المهنية الإعلامية لهذا الإعلامي أو ذاك نعم الكلام الجميل خلالنا أخذ دقيق كنت تسلاح الكاكة شكرا لك أشكرك جدا عضو الحزب الديمقراضي الكردستاني الأستاذ محمد زنج أنا كنت ضيفا في برنامج الشعب شكرا لك وأصول لكم أيضا أحبتي المشاهدين في الختام تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر